أنا الأولى إعدادي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في الدرس الثالث من دروس تعوير والإنشاء في مقرار في رحاب اللغة أو المختار في اللغة العربية الوحدة الأولى ومع دائما مع التفسير والتوسيع تمهيد تعرفت كيفية تفسير وتوسيع فكرة أو موقف اجتماعي وسأتبع الخطوات نفسها في معالجة نفسها في معالجة موقف إنساني يعزز ما سبق أن اكتسبته ويتعلق هذا الموقف بالتسامح الديني الذي يرسخ مبادئ التعاون والمحبة والتآذر بين المواطنين على اختلاف مشاربهم ومذاهبهم لخدمة الصالح العام إذن أنشطت الاكتساب تفسير وتوسيع موقف إنساني في القيام الدينية إذن نص الانطلاق يقول المؤرخ الشهير وولز بصدد بحثه عن تعاليم الإسلام إنها أسست في العالم تقاليد عظيمة عظيمة للتعامل العادي للكريم وإنها لتنفخ في الناس روح الكرم والسماحة كما أنها إنسانية السمة إن الإسلام مليء بروح الرفقي والسماحة والأخوة من روائع حضارتنا لمصطفى السمعي إذن بعد قراءة النص مرات عديدة سأستنتج أنه يتضمن موقف إنسانيا الذي هو التسامح الديني أقره الدين الإسلامي لحفز البشر على التعاون فيما بينهم في وآم وأخوة ورفق أتبع الخطوات الآتية لتفسيري وتوسيع هذا الموقف إذن توسيع الموقف الإنساني بالتفسير الآلف أوضح الموقف وأشرحه نشر الإسلام قيما إنسانيا سمحا ومن ضمنها التسامح الديني الذي يحط الناس على التحلي بالمحبة والأخوة والرفق ونبض الكراهيات والعنف والميز با أفرع الموقف إلى عناصر جزئية مسترشدا بالمطالب التالية وبنزغية الإسلام من الحد على التسامح الديني أذكر المبادئ التي يقوم عليها التسامح الديني في الإسلام ثم أذكر الأسباب التي تجعل الناس يبتعدون عن التسامح الديني ثانيا توسيع الموقف بالأدلة والأمثلاء الأدلة استشهد بآيات قرآنية أو حديث نبوي أو قولة مأتورة تدعم موقف تسامح الديني مثلا قول الله تعالى لا إكره في الدين سورة البقرة الآية 156 وقول الرسول صلى الله عليه وسلم الناس من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربيين على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ويقول غوستاف لوبون إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم إذا الأمثلة من التاريخ يحفل التاريخ الإسلامي بأمثلة كثيرة تبين مدى تمثل المسلمين لموقف تسامح الدين في تعاملهم مع جيرانهم من أهل الكتاب وبهذا الصدد نريد مثالين جاء مرة وفد النصارى نجران إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأنزلهم في المسجد وسمح لهم بإقامة صلاتهم فيه فكانوا يصلون في جانب منه ورسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يصلون في جانب آخر وأيضا كانت له أضائف تعطال المستحقين الأكفاء بصرف النظر عن عقائدهم ومداهبهم ومن أشهرهم الطبيب بن أتال والطبيب جورجيس بن بختيشوع وصرجون كاتب معاوية ومروان أطناصيوس والذي بلغ مرسبة الرئاسة في فدفي دواوين الدولة الأموية إذن على بركة الله يعتبر مبدأ التسامح الديني قيمة إنسانية تساعد على حسن التآلفي والتعايشي مع جميع الأجناس والطوائف رغم كل الاختلافات سواء عرقية أو عقدية أو ثقافية إن الإسلام حتى على التسامح الديني بل جعله من أهم مبادئه فهو سبيل لتحقيق التواصل الإيجابي بين الناس وكذلك نشر السلم والمودة بين جميع المجتمعات ونبضي العنصرية والكرهية كما أنه ينبني على تقبل الآخرين واحترام معتقداتهم حيث يقول عز وجل لا إكره في الدين كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد الناس من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى ولعل التاريخ يحفل علينا بأمثلة عديدة لموقف التسامح الديني في تعاملهم مع جرانهم من أهل الكتاب حيث كانت الوظائف تعطى للمستحقين الأكفاء بصرف النظر عن عقيدتهم ومداهبهم والواقع أيضا أعطانا أمثلة كثيرة مثل استبعاد دستور المملكة أي تمييز على أساس ديني أو عرقي إلا أن هناك عدة أسباب تجعل الناس يبتعدون عن التسامح الديني من أهمها التعصب للمداهب والأديان وكذلك الجهل وأيضا عدم الانفتاع على تقافة الآخرين التسامح الديني قيمة إنسانية سمحة من بينها تسامح واجب على المسلمين التحلي بها لتمثيل إسلامي أحسن تمثيل إذن توسيع الموقف بالمناقشة وعبروا عن رأي الشخصي من موقف تسامح الديني مع تعليله أنشط التطبيق عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عدبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض أخرجه مسلم في كتاب السلام باب تحريم قتل هرة يتير الموضوع موقفا إنسانيا خص الرفق بالحيوان أفسر وأوسع هذا الموقف مستشهدا بأمثلة وأقوال من مطلعاتك الخاصة إذن بسم الله تعتبر الرحمة والرفق من أهم الصفات التي دعا إليها الإسلام واهتم بها منها الرفق بالحيوان ويعتبر الرفق بالحيوان من أهم مظاهر الرحمة لدى البشر فلا يجب حبسه أو تركه في أماكن يلحق بها ضرر فيها أو يلحق به ضرر وكذلك منع الطعام عليه أو ضربه وحمل الأتقال عليه وإرهاقه بكثرة الأشغال وكذلك عدم إهمال الإعسناء به والواجب علينا أيضا الإشفاق والعطف والجلوس عليه وهو واقف أو حرقه بالنال فللحيوان أحسيس خاصة وطباع وإذن شعور حيث قال سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجنحيه إلا أمم أمثالكم فله حق الرفق والرحمة كحق الإنسان بل إن الرحمة بالحيوان سدخل الجنة قالوا يا رسول الله أو إن لنا في البهاء من أجر قال في كل ذاته كبذ الرطبة إن للرفق بالحيوانات أجر كبير كما أن لعدم الرفق فيها إتم كبير فإما الاعتناء به أو تركه مخافة العقاب وهكذا انتهى هذا الدرس نلتقي في الدرس الموالي إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته